موسيقى السلام عليكم أحمد رستان سوري من حلب الآن أدرس معحد للفنون القتالية من سنة السؤال هو أن الفنون القتالية سواء كانت لأي هدف هل هي جائزة أم محرمة وما هي منافعها ومضارها قتالية يعني الرياضة الرياضة المخصصة للقتال نعم هناك ألعاب قوة وفي ألعاب لياقة بدنية وفي ألعاب قتالية مثل الكاراتي والتايك واندو والكونفو والرفس والتيك بوكسن طبعا تشوفوا يا أحبابنا الرياضة لا يوجد أحلم منها الرياضة ما في أحلمنا واللي ما بيلعب برياضة يعني هذا إنسان ظلم نفسه ظلم جسده نحن ممكن نستشف من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن لجسدك عليك حقا شو الحق الجسد عليك إنك نبئ كرشك متر ونص لقدام وبزازك صاروا مثل النسوان حاكيكم اللهجة بسيطة وتمشي ليش هيك عم تساوي بحاذا ظلم للنفس شرعينك كلها شحوم ودهون وتسكرت لحظة بتجيك جلطة طلع خالص حركتك بطيئة أمراض ستتكاثر عليك بعد الأربعين ساعتك بعض الشباب تكاثر عليك الأمراض فهذا ظلم للجسد والإسلام لا يحب الظلم والإسلام لا يمور بالظلم الجسد له عليك حق حقه بالرياضة طبعا رياضة اللياقة والجري والركض والجنباز والحركات هاي رياضة رائعة جدا 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 جسم الإنسان بيصير طبعا ما شرط الإنسان يحترف فيه رياضة احترافية جائزة شرعا لكن نحن هم تحدث على المجتمع الإسلامي بشكل عام لازم يكون له ورد يومي بالرياضة لو تمارين يعني سموها كارديو بسيطة بس مشان أنت إيش يعني مشان يتم عندك جسم نشيط كل يوم لو ربع ساعة ممكن تتعلمها بدون استاذ على طريق اليوتيوب تلعب رياضة تتعلم حركات بسيطة في البيت بيصير عندك جسم قوي ونشيط وانت بتكون حقيقة يعني تنفذ ما يحبه الله عز وجل تجينا الأمور الثانية الألعاب الرياضية الثانية اللي فيها أزغ مثلا مثل الألعاب القوة قبل الألعاب القوة في عنا الألعاب اللي فيها فنون مثل الكرات كورية السلة كورية القدم كورية الكذا أيضا ما فيه مانع للإنسان يمارسها ولا فيه مانع يحترف هذه اللعبة هذا الأمر احتراف صار يعني صار مصلحة ما فيه مانع أبدا ما دام ما بيخالف أصول شرعية يعني اللي بيدخل مثلا مجال كورية القدم بيقول له لا تلع لا تصلي ولا تصوم ولازم تشرب الخمر لا فلذلك الأمور مفتوحة ما فيه أشكال من أنحيس الناحية الشرعية في عنا الأمور اللي فيها شوية خلاف اللي هي الألعاب القتالية الملاكمة المصارعة الألعاب اليابانية أتتنا من اليابان أو المناطق الشرقية شرق آسيا هذه حقيقة هي من حيث الظاهر جميلة كمان فيه تعطيك قوة تعطيك حركة بتقدير تدافع عن نفسك كدير كذا لكن السؤال هنا تدافع عن نفسي ليش نازل تقتل مع العالم أنا نازل تضارب مع العالم وتقتل مع العالم لا يمكن بحياتك كلها واحد يهجوم عليك ويكون السبب هو مو أنت إلعب طول عمري رياضة مشان هالواحد اللي عم بستنى بيجوز بعد عشرين ثلاثين سنة يجي وأضربوا رياضة ما فيه إشكال كل الأحوال إذا كانت هذه الرياضة بتتعلمها كهها هواية وحب بدون أن تؤذي الناس والله معلش ورياضة جيدة وجميلة وحلو لكن إذا كنت تريد أن تتعلم هذه الرياضة شان تعملي أبو شهاب وأبو النار وتتمرجل على شباب الحارة وتتمرجلي هون وتبرم شواربك وأنا بكسر راسك وأنا بدري إيش وتعملي حالك زعيم لا هي صارت قلة أخلاق هي صارت قلة أخلاق أما إذا أنت أنا والله حبيت يا أخي التايكواندو وحاببه وعم بلعب وطبعا بالنادي بلعب مع رفقات وكلهم عم بيضربوا بعضهم البعض من باب التدريب بدون أذى طبعا فما في مشكلة ما في إشكال من ناحية الشرعية ما في إشكال لكن حقيقة جسمك بيصير رياضي حقيقة جسم بيصير قوي ورياضي وكذا لكن هي ما لح تستفيد منها في المجتمع يعني أما إذا كنت النية أنك أنت تفرض على الناس أو تنزل تتقاتل مع الناس لا ما لحق لكم هلأ النية الجيهات في سبيلها وكذا الموجودة بكتب الفقاهة أنه هلأ الجيهات في سبيلها بكبسة تزرر لأصار ما بده لا تايكواندو ولا بده مور عيد غيرت وين هو الجهاد لا في جهاد ولا في شيء يعني حتى ما واحد أخي أنا عم بتدرب شهر وقاتل فلسطين شدك قاتلهم كونفو فلسطين ولو لأكرش بمشي حالك بيهديك المعركة ما معل علاقة خبت أنه لأ هذه الرياضات في بطولات أو سواء مثلا أنا عم بتدرب من شان أدخل بطولات بالأفلام أو سواء بطولات بدي مثلا قاتل مشان أحصل على شهادة نعم هذي ما شو حكما تمام نفس الموضوع أنا بدي أظهر مشان احترف بصير علي معاشات وإلي كذا أو مثل أفلام أفلام تايكواندو روح الصين عن جاكي شان أيامي أنا كان جاكي شان الآن ما بعرف شو اسمه مشان أنا أمسك الطيارة وما خليها تمشي يعني هيك شفت أفلام أنا وخداع وضحك على اللي وحماس الشباب وكذا إذا كان ما في مخالفات شرعية حتى الاحتراف بها جائز ما في إشكال بس المهم تدخل بطولات وخد بطولات بس ما يكون على بطولات ما فيها أزب معنى الأزب يعني مجرد بطولات ما في مانع حتى يعني حتى بزمن النبي عليه الصاصم كانوا في لعب مصارعة ولعب كذا يعني كان هذا المر في بطولات محلية فإذا حولناها لدولية ما في إشكال وإن شاء الله بتزنجل وإذا هدفك المادة في أبواب غير القتال أما إذا هدفك أني عندي بتحب هاللعبة هي على فكرة هي أنا يعني بحسب خبرتي بالحياة وشفت شباب كتير وعشرت شباب كتير هي فرتة المراهقة قديش عمرك 19 هي عارك سنتين بس وبتمل هي فترة المراهقة بيعلق وهذا بيعلق كرة القدم وهذا بيعلق كرة سلة وهذا بيعلق مصارعة وهذا بيعلق حديد وعند أخير بيملوا يعني خلال هي فترة مراهقة مؤكسة ما عليش إذا نعب فترة مراهقة رياضة وفرّغ بالرياضة والله هادوني صاروا كنا بالأول بيعلوا نروحوا اشتغلوا بشي نافع أكثر هلأ على اللي عم يطلع الشي جديد هالمفاسد الكثيرة ياريت الواحد يروح يكون مراهقته يقضيها وين في الرياضة لأنه بيكون استفاد بكل الأحوال استفاد ترجمة نانسي قنقر جزئكة ترجمة نانسي قنقر جزء